اشتركوا في القناة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه بكم ولي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم مساكم الله بالخير عزائي مشاهدي قناة فدك وتقبل الله صيامكم وإفطاركم وركوعكم وصلاتكم وسجودكم وكل أعمالكم ودعاءكم في هذا الشهر المبارك إن شاء الله ويسعدني أن أرتقيكم بليلة رمضانية جديدة من الليالي الرمضانية ودائما نستضيف سماحة الشيخ ياسر الحبيب مساك الله بالخير سماحة الشيخ مساكم الله بالخيرات حياكم الله الله يحييك سماحة الشيخ إن شاء الله عزائي المشاهدين كالمحتاد نبدأ بورقة بحث يطرحها سماحة الشيخ وبعدها نتلقى الأسئلة والاستفسارات على الأرقام الموضحة أسفل الشاشة بعدما ينتهي سماحة الشيخ من ورقة البحث تفضل صباح الشيخ أحسنتم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلوني الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على قتالتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين يتشبث العدو بأحد الخطب المنسوبة إلى مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والتي أوردت في نهج البلاغة يستدل العدو ويتشبث بهذه الخطبة أو بهذا الكلام زاعما أن أمير المؤمنين عليه السلام فيه يشهد لكل من أبي بكر وعمر بأنهما عملا بالحق والعدو يلقي هذه الشبهة في أوساط الناس دون احترام لعقولهم ودون التزام بالمنهج العلمي في الاستدلال الخطبة أو الكلام ذكر في نهج البلاغة بهذا العنوان ومن كلام له عليه السلام لما اجتمع الناس إليه وشكوا ما نقموه على عثمان وسألوه مخاطبته واستعتابه لهم فدخل عليه السلام على عثمان فقال إن الناس ورائي وقد استسفروني بينك وبينهم أي جعلوني سفيرا بينك وبينهم ووالله ما أدري ما أقول لك ما أعرف شيئا تجهله ولا أدلك على أمر لا تعرفه إنك لتعلم ما نعلم ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه ولا خلونا بشيء فنبلغك وقد رأيت كما رأينا وسمعت كما سمعنا وصحبت رسول الله صلى الله عليه وآله كما صحبنا وما ابن أبي قحافة ولا ابن الخطاب بأولى بعمل الحق منك وأنت أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وشيجة رحم منهما وقد نلت من صهره أو وقد نلت من صهره ما لم ينالا فالله الله في نفسك فإنك بالله ما تبصر من عمى ولا تعلم من جهل وإن الطرق لواضحة وإن أعلام الدين لقائمة فاعلم أن أفضل عباد الله فاعلم أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدي وهدى فأقام سنة معلومة وأمات بدعة مجهولة وإن السنن لنير لها أعلام وإن البدع لظاهرة لها أعلام وإن شر الناس عند الله إمام جائر ضل وضل به فأمات سنة مأخوذة وأحيا بدعة متروكة وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر فيلقى في نار جهنم فيدور فيها كما تدور الرحى ثم يرتبط في قعرها وإني أنشدك الله أن تكون إمام هذه الأمة المقتول فإنه كان يقال يقتل في هذه الأمة إمام يفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة ويلبس أمورها عليها ويبث الفتن فيها فلا يبصرون الحق من الباطل يموجون فيها موجة ويمرجون فيها مرجة فلا تكونن لمروان سيقة يسوقك حيث يشاء سيقة يعني ذاب هكذا يسوقك حيث يشاء بعد جلال السن وتقضي العمر فقال له عثمان كلم الناس في أن يؤجلوني حتى أخرج إليهم من مظالمهم فقال عليه السلام ما كان بالمدينة فلا أجل فيه وما غاب فأجله وصول أمرك إليه هذا الكلام وارد في نهج البلاغ ويقول العدو إن فيه قوله وما ابن أبي قحافة ولا ابن الخطاب بأولى بعمل الحق منك وأنت أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وشيجة رحم منهما فيقول العدو هذا المقطع يدل على أن علي عليه السلام كان يرى أن أبا بكر وعمر عملا بالحق ولذلك فإنه يدعو عثمان لأن يعمل كعملهما وحتى يحضه على ذلك فإنه يقول ما هما بأولى بعمل الحق منك فيقولون أنه هذا الكلام حيث أنه وارد في نهج البلاغة فنحن نستدل به لنفي ما تقولونه أيها الرافضة من أن أبا بكر وعمر ما عملا بالحق الجواب مفصل أيها الإخوة ولكن التفتوا جيدا وكما بينا سابقا مشكلة من يظن نفسه من أبناء أو من بقايا أهل الخلاف من يظن نفسه قادرا على مواجهة التشيع العظيم مشكلته أنه يكون عادة جاهلا ومتهابطا جدا في إدراكه وفي سعة معلوماته وفي استدلالاته كذلك ومن جهة أخرى فإنه يراوغ ويمارس الكذب والحيل حتى يلبس على الناس الأمور ويجعلهم يشتبهون في الحقائق هذا النص مثلا صحيح أنه وارد في نهج البلاغة ولكن كما بينا في الليالي الماضية نحن علينا أن نتتبع مصادر نهج البلاغة أصول نهج البلاغ نهج البلاغة جمع فيه الشريف الرضي ما كان متداولا في زمانه من خطب وكلام ورسائل أمير المؤمنين عليه السلام جمع ما رأى فيه مسحة من البلاغة والفصاحة حتى نستيقن أن هذا الكلام كلام أمير المؤمنين عليه السلام علينا أن نبحث في أصل هذا الكلام من أين أخذه الشريف الرضي نبحث مثلا في سنده ننظر لا أقل أنه هل من مرويات أئمة أهل البيت عليهم السلام وأصحابهم أم هو من مرويات أعدائهم ومخالفهم هذه الخطبة أو هذا الكلام المنسوب إلى أمير المؤمنين عليه السلام والذي تدندن به إحدى أبواق العدو إلى يومنا هذا وقد سئلنا عنه في الليالي الماضية ووعدناكم بأن نفصل الكلام فيه وها نحن بحمد الله تعالى نفصل هذا الكلام قد تكون مفاجأة لكثير من الناس أنه في واقع الحال من مرويات أهل الخلاف وليس من مروياتنا صحيح أنه جاء في نهج البلاغة ولكن من أين أخذه الشريف الرضي علينا أن نتتبع وننظر المصادر التي سبقت نهج البلاغة الرجال الذين أخرجوا هذه الخطبة وذكروها في مصنفاتهم وقد سبقوا وتقدموا على الشريف الرضي هؤلاء نجدهم جميعا من أهل الخلاف فالرواية ليست شيعية فكيف تحتجون علينا بما نحن لم نروه أصلا شيء عجيب الرواية هذه رواها كل من البلاذري في أنساب الأشراف عن الواقدي هؤلاء جميعا من أهل الخلاف والواقدي للعلم عند أهل الخلاف متروك يترك حديثه ولا يؤخذ به روا هذه الخطبة أو هذا الكلام أيضا ابن عبد ربه الأندلسي عن ابن داب ابن عبد ربه الأندلسي من أعلام أهل الخلاف ابن داب أيضا من أهل الخلاف مع أنهم قالوا فيه في كتب الجرح والتعديل إذا راجعتم تجدون أنهم يقولون فيه إنه وضاع كان يضاع الأحاديث ابن داب هذا اسمه الكامل عيسى بن يزيد بن بكر ابن داب هذا الرجل وضاع كما نص عليه أهل الخلاف فانظر المهزلة يعني الرواية من روايات أهل الخلاف أساسا ومروية عندهم بأسناد ضعيفة فيها الوضاعون وثم يأتون ويقولون نحن نحتج بكم عليها نحن نحتج بها عليكم هكذا وهكذا يعني يجعلونك تغفل يقولون الكلام وارد في نهج البلاغة ويجعلونك تغفل وكأنك تعتقد يعني بأنه نهج البلاغة كل ما فيه ثابت الصدور عن أمير المؤمنين عليه السلام أو قطعي الصدور عن أمير المؤمنين عليه السلام لا أحد منا يقول بهذا وإنما هذا تصرف الشريف الرضي وعلى أحسن الفروض هو اجتهاده وهو أخذ من الأحاديث والروايات وقد نبه على ذلك في مقدمة كتابه أنه ما هو متداول أخذ منه واقتطع منه كذلك أيضا روى هذه الرواية شيخنا المفيد رضوان الله تعالى عليه وهنا قد يقول قائل من المخالفين ها قد اعترفت بأنكم قد رويتم هذه الخطبة ولكن حين تنظر في كتاب الشيخ المفيد وهو كتاب الجمل الذي روى فيه هذه الرواية تجد أنه يرويها بسند عن علي بن صالح قال ذكر ابن داب أي رجع الأمر إلى من؟ إلى ابن داب هذا الذي هو وضاع مشهور عند أهل الخلاف الشيخ المفيد مجرد أخرج هذا وقال ذكر ابن داب قال ذكر ابن داب قال لما عاب الناس على عثمان إلى آخر النص أيضا ممن روى هؤلاء كلهم متقدمون على الشريف الرضي أيضا ممن روى هذه الخطبة الطبري عن الواقدي روى هذه الخطبة عن الواقدي فإذا هذه الخطبة أو هذا الكلام من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إنما يرجع إلى رأسين فقط الواقدي وابن داب أما الواقدي فمتروك عند أهل الخلاف وأما ابن داب فوضاع عند أهل الخلاف الطبري أخرج في تاريخه وأنا أنقل لكم كل النص لأنه هذا مقتطع من كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام المنسوب إليه هناك ما هو قبله وهناك ما هو بعده في الرواية ذاتها وهي تعطينا صورة أكثر وضوحا عن الذي جرى فلذلك أنقل لكم الرواية بطولها كما ذكرها الطبري في تاريخه قال الطبري وأما الواقدي فإنه زعم يعني حتى الطبري ما عنده اطمئنان إلى أنه هذا الذي ذكره الواقدي هو أمر ثابت ولذلك عبر هكذا قال زعم زعم ماذا؟ زعم أن عبد الله بن محمد حدثه عن أبيه قال لما كانت سنة أربع وثلاثين كتب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بعضهم إلى بعض أن أقدموا فإن كنتم تريدون الجهاد فعندنا الجهاد وكثر الناس على عثمان كثر الناس الناقمون والثائرون على عثمان ونالوا منه أقبح ما نيل من أحد وأصحاب رسول الله يرون ويسمعون ليس فيهم أحد ينهى ولا يذب لا يذبون عن عثمان إلا نفير منهم أفراد قلائل زيد بن ثابت وأبو أسيد الساعدي وكعب بن مالك وحسان بن ثابت فاجتمع الناس وكلموا علي بن أبي طالب فدخل على عثمان اجتمعوا على علي عليه السلام وجعلوه سفيرا بينهم وبين عثمان فاجتمع الناس وكلموا علي بن أبي طالب فدخل على عثمان فقال الناس ورائي وقد كلموني فيك والله ما أدري ما أقول لك وما أعرف شيئا تجهله ولا أدلك على أمر لا تعرفه إنك لتعلم ما نعلم ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه ولا خلونا بشيء فنبلغكه وما خصصنا بأمر دونك وقد رأيت وسمعت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وآله ونلت صهرة وما ابن أبي قحافة بأولى بعمل الحق منك ولا ابن الخطاب بأولى بشيء من الخير منك وإنك أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله رحما وقد نلت من صهر رسول الله صلى الله عليه وآله ما لم يناله ولا سبقاك إلى شيء فالله الله في نفسك فإنك والله ما تبصر من عمى ولا تعلم من جهل وإن الطريق لواضح بي وإن أعلام الدين لقائمة تعلم يا عثمان أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدي وهدى فأقام سنة معلومة وأمات بدعة متروكة فوالله إن كلا لبي وإن السنن لقائمة لها أعلام وإن البدع لقائمة لها أعلام وإن شر الناس عند الله إمام جائر ضل وضل به فأمات سنة معلومة وأحيا بدعة متروكة وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر فيلقى في جهنم فيدور في جهنم كما تدور الرحى ثم يرتطم في غمرة جهنم وإني أحذرك الله وأحذرك سطوته ونقماته فإن عذابه شديد أليم وأحذرك أن تكون إمام هذه الأمة المقتول فإنه يقال يقتل في هذه الأمة إمام فيفتح عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة وتلبس أمورها عليها ويتركهم شيعا فلا يبصرون الحق لعلو الباطل يموجون فيها موجا ويمرجون فيها مرجا فقال عثمان قد والله علمت ليقولن الذي قلت ليقولن الذي قلت أنت يعني يا علي أما والله لو كنت مكاني لو أنت كنت الخليفة مكاني ما عنفتك ولا أسلمتك ما سلمتك للثائرين ولا عبت عليك ولا جئت منكرا إن وصلت رحما وسددت خلة وآويت ضائعا ووليت شبيها بمن كان عمر يولي أنشدك الله يا علي هل تعلم أن المغيرة بن شعبة ليس هناك قال نعم قال فتعلم أن عمر ولاه سأفسر ذلك فيما بعد عندي وقفات قال فتعلم أن عمر ولاه قال نعم قال فلم تلومني أن وليت بن عامر في رحمه وقرابته ابن عامر هذا عبد الله بن عامر ابن كريز ابن خال عثمان قال علي سأخبرك إن عمر بن الخطاب كان كل من ولا فإنما يطأ على صماخه إن بلغه عنه حرف جلبه ثم بلغ به أقصى الغاية وأنت لا تفعل ضعفت ورفقت على أقربائك قال عثمان هم أقربائك أيضا فقال علي لعمري إن رحمهم مني لقريبة ولكن الفضل في غيرهم ولكن الفضل في غيرهم قال عثمان هل تعلم أن عمر ولا معاوية خلافته كلها فقد وليته فقال علي أنشدك الله هل تعلم أن معاوية كان أخوف من عمر من يرفأ غلام عمر منه يعني هل تعلم أنه معاوية كان يخاف عمر أكثر من يرفأ الذي هو كان غلام عمر الذي تحت يده قال نعم قال علي فإن معاوية يقتطع الأمور دونك وأنت تعلمها فيقول للناس هذا أمر عثمان فيبلغك ولا تغير على معاوية ما تقف أمام معاوية وتنهره عن استغلال اسمك ثم خرج علي من عنده وخرج عثمان على أثاره فجلس على المنبر يعني عثمان راح وجلس على المنبر يريد أن يخطب فقال أما بعد فإن لكل شيء آفة ولكل أمر عاهة وإن آفة هذه الأمة وعاهة هذه النعمة عيابون طعانون ناس بس يريدون الثورة ويعيبون علينا ويطعنون بينا يرونكم أو يريد يرونكم ما تحبون ويسرون ما تكرهون يقولون لكم وتقولون أمثال النعام يتبعون أول ناعق يسب الناس يقولون أنت أمثال النعام أحب مواردها إليها البعيد لا يشربون إلا نغصا ولا يردون إلا عكرا لا يقوم لهم رائد وقد أعيتهم الأمور وتعذرت عليهم المكاسب ألا فقد والله عبتم علي بما أقررتم لابن الخطاب بمثله ولكنه وطئكم برجله وضربكم بيده وقمعكم بلسانه فدنتم له على ما أحببتم أو كرهتم ولنت لكم وأوطأت لكم كتفي وكففت يدي ولساني عنكم فاجترأتم علي أما والله لأنا أعز نفرا وأقرب ناصرا وأكثر عددا وأقمن إن قلت هلما أتي إلي ولقد أعددت لكم أقرانكم وأفضلت عليكم فضولا وكشرت لكم عن نابي وأخرجتم مني خلقا لم أكن أحسنه ومنطقا لم أنطق به فكفوا عليكم ألسنتكم وطعنكم وعيبكم على ولاتكم فإني قد كففت عنكم من لو كان هو الذي يكلمكم لرضيتم منه بدون منطقي هذا ألا فما تفقدون من حقكم والله ما قصرت في بلوغ ما كان يبلغ من كان قبلي ومن لم تكونوا تختلفون عليه فضل فضل من مال فما لي لا أصنع في الفضل ما أريد هذا الفضل الزائد من الأموال أنا أصنع به ما أريد أغدقه على من أشاء علي وعلى أقربائي فلما كنت إماما إذا أنا ما أقدر أتصرف بهذا المال فإذا أنا كيف إمام أنا كيف إمامكم كيف خليفتكم فلما كنت إماما فقام مروان بن الحكم فقال إن شئتم يخاطب الناس الثائرين إن شئتم حكمنا والله بيننا وبينكم السيف نحن والله وأنتم كما قال الشاعر فرشنا لكم أعراضنا فنبت بكم معارسكم تبنون في دمن الثرى فقال عثمان أسكت لا سكت دعني وأصحابي ما منطقك في هذا ألم أتقدم إليك ألا تنطق فسكت مروان ونزل عثمان هذا تمام الرواية التي رواها الطبر في تاريخه طيب إلى الآن تبين لكم أن الرواية أولا من روايات أهل الخلاف لا من رواياتنا الأمر الثاني أن الرواية تنتهي إلى رجلين أحدهما متروك والثاني والضاع ولهذا السبب هذه الرواية حتى على مقاييس أهل الخلاف تعتبر رواية ساقطة ضعيفة وقد نص على ذلك أولئك الذين ألفوا كتاب صحيحة وضعيفة تاريخ الطبر فقالوا في هامش المجلد الثامن الصفحة خمسمائة وخمس واربعين تعليقا على هذه الرواية قالوا في إسناده الواقدي وهو متروك وفي متنه نكارة الإسناد هم إسناد ضعيف المتن أيضا منكر لماذا منكر عندهم قبل أن آتي على ما في هذا الحديث من منكرات عندهم أنبه فقط إلى ملاحظة واحدة هذا من جانبنا نحن نحن الذين نلتزم بالمناهج العلمية الشيعية نقول لما قرأنا الرواية بأكملها وجدنا فيها علامة أنها منحولة لماذا؟ لاحظوا هنا مسألة مهمة إذا قارنتم الكلام المنسوب إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية والكلام المنسوب إلى عثمان في خطبته في آخر الرواية تجدون أن الكلامين بلسان واحد بأسلوب واحد وكأنهما خرجا من فم رجل واحد نفس الأسلوب هذا يدركه من كان متضلعا باللغة واقفا على أدب العرب وأساليبهم الآن اعرض على أي شخص متضلع وفاهم في هذه الأمور اعرض له قصيدة للمتنبي وقصيدة مثلا لجرير أو مثلا لأي من الشعراء من غير أن تخبره بأنه هاتان قصيدتان لرجلين مختلفين ثم اعرض عليه قصيدتين لشاعر واحد يصير مجموع عنده أربعة قصائد قل له انظر في هذه القصائد بعدما يتأمل قليلا يجي يعزلك يقولك شوف هذه القصيدة وهذه القصيدة من مخرج واحد خرجتان من إنسان واحد من لسان واحد هذه القصيدة وهذه القصيدة حتما لشاعر واحد أما هذه القصيدة لشاعر وتلك القصيدة لشاعر آخر هنا إذا دققتم تجدون الكلام المنسوب لأمير المؤمنين عليه السلام على نفس الأسلوب للكلام الذي نسب لعثمان ومن هنا يظن بهذا ابن داب خصوصا وأنه ذكر عنه أنه وضع أنه هو الذي وضع هذا الخبر على يتحال هذا أمر نتركه الآن نرجع إلى ما في هذا الحديث من نكارات تدفع أهل الخلاف إلى ضرورة أن ينكروه وأن لا يحتجوا به إذا أرادوا حقا أن يتسافلوا إلى هذه الدرجة وأن يحتجوا علينا بهذا الحديث فنحن نأخذه ونحتج بما فيه مما ينقض أيضا ما يعتقدونه وما يبنون عليه هناك أمور لا يقبلها أهل الخلاف في مثل هذه الرواية لماذا إذن يركزون فقط على هذا المقطع المنسوب لأمير المؤمنين عليه السلام بدعوى أن فيه ما يفيدهم وأن علي شهد لأبي بكر وعمر بعمل الحاق دون أن يلتفتوا إلى صدر الرواية وذيل الرواية مما هو يهدم ما يعتقدون لاحظوا أولى النكارات في هذا الحديث أولى النكارات أن الذين حرّضوا على عثمان هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله هم الذين كتبوا إلى الآفاق أن أقدموا فالجهاد عندنا إذا تريدون تجاهدون لا ترحون برا تجاهدون الروم تجاهدون الأمم الأخرى لا ترحون على الثغور تعالوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وتعالوا جاهدوا هذا الإمام الجائر الذي هو عثمان شوفوا لاحظوا الرواية ماذا تقول يقول لما كانت سنة أربع وثلاثين كتب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله بعضهم إلى بعض أن أقدموا فإن كنتم تريدون الجهاد فعندنا الجهاد تعالوا جاهدوا عثمان ثم شوفوا الأمر الآخر الذي هو منكر عند أهل الخلاف وكثر الناس على عثمان ونالوا منه أقبح ما نيل من أحد نالوا منه بقبح وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يرون ويسمعون ليس فيهم أحد ينهى ولا يذهب إلا نفيرون أذول الأرواع معنى ذلك شنو يعني الآن الذي يسمعني يقول إذن أذول مشايخنا ما يستحون كذابين إذا هم يريدون أن يتمسكوا بهذه الرواية فهذه الرواية تبطل الآن ما يزعمونه من أنه ترى الذين خرجوا على سيدنا عثمان على تعبيرهم كانوا مجموعة من الرافضة السبائية أتباع عبد الله بن سبائي يهودي أما أصحاب رسول الله لا كانوا كلهم يدافعون عن عثمان يذبون عن عثمان طلع أصحاب رسول الله هذولهم أساس البلاء طلع هم الذين تكاتبوا فيما بينهم تعالوا للجهاد وثم نالوا من عثمان بأقبح النيل وليس فيهم أحد شنو تقول الرواية وأصحاب رسول الله يرون ويسمعون ليس فيهم أحد ينهى ولا يذب إذن بطلت عدالة الصحابة سقطت عدالة الصحابة وسقط هذا الوهم الكبير الذي تزعمون فيه أن أصحاب رسول الله هم كانوا مدافعين عن عثمان وأن الخارجين عليه كانوا مجموعة من الغوغاء والأوباش فقط من حديثي العهد بالإسلام من السبائيين من الرافضة من أهل مصر هؤلاء الذين جاوذوا ولا يقلبوا على عثمان واجلبوا عليه طلع كل كذب فيه كذب إذن اختار واحد من أمرين يا أيها المخالف الأبلة الذي عندك قناة فضائية وقاعد تضحك على الناس المساكين كم ليلة قاعد تكرر هذا الكلام عثمان عثمان أمير المؤمنين علي قال لي عثمان وما ابن أبي قحافة ولا ابن الخطاب بأولى بعمل الحق منك وخلص اعتبرت هوسام على صدر أبي بكر وعمر طيب رجعنا إلى الرواية الأصلية شفنا هذا الكلام المنسوب لأمير المؤمنين عليه السلام جزء من رواية لما نظرنا إليها بالكامل وجدناها تهديم معتقدك فاختار الآن إما أنه تأخذ الرواية بأكملها لأنه لا يسعك أن تقول لا جزء منها صحيح الباقي لا أرفضه هذا ما يصر هذا أمر غير علمي فإما أن تأخذ الرواية كلها فبالتالي ينتقض عليك ما كنت تريد يطلع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله العدول الأجل لا طلعوا هؤلاء هم قادة الثورة على عثمان بن عفان ويطلع عثمان طاغية وإما تخلى عن هذا الناس أفكنا حتى لا تدوخنا وتدوخ الناس وتجعلني أنا أضطر أنه أجيب على الإخوة المتصرين وكم متصل في هذه الليالي اتصل وقال نطلب منكم الرد على هذه الشبهة بتفصيل رددنا عنها بشيء من الإجمال بشيء من الإيجاز مرة أخرى يتكرر السؤال فقلنا لابد أنه نخصص هذه الليلة إن شاء الله تعالى نفصل في ذلك ونرد الشبهة هذه بأكملها هاتاني نقطتان ينكرهما أهل الخلاف نقطة ثالثة أيضا مما يهدم عقيدتهم ولا ينسجم مع ما يعتقدون أن هذه الرواية فيها طعن في المغيرة بن شعبه طعن بأنه لم يكن أهلا للإمارة لتولي أمور المسلمين لماذا لضعف إيمانه وسوء تاريخه لاحظوا الرواية ماذا تقول أن عثمان يقول لعلي عليه السلام أنشدك الله يا علي هل تعلم أن المغيرة بن شعبة ليس هناك؟ ليس هناك يعني ليس جديرا بأن يولى قال نعم علي عليه السلام يقول نعم صحيح ليش أن المغيرة بن شعبة كان زاني معروف هم في الجاهلية هم في الإسلام وكان من قطاع الطرق ورجل وصخ تاريخه تاريخ من الفساد تاريخ أسود فعلى يتحال عثمان هنا يقرر أمير المؤمنين عليه السلام يقول له على حسب ما يرون يعني أن المغيرة بن شعبة ليس هناك؟ قال نعم قال فتعلم أن عمر ولاه؟ قال نعم يعني تعلم أنه عمر ولا هذا الإنسان الذي هو لا يصلح ليس هناك في مقام أن يتولى الإمرة هذا طعن في الصحابي الجليل مغيرة بن شعبة شو تساوون الآن؟ ترفضون الرواية أم تقبلون بها؟ هو يرتد الكلام عليك شوف هذا الذي يحاول أن يلبس الحق بالباطل ويخلط الأمور ويقتطع جزء ويوهم الناس أنه كلام أمير المؤمنين عليه السلام ويأتي ويضخم الأمور ويلوي المعاني هذا الأمر يرتد عليه مناقشة شوية تصير مناقشة علمية يرتد الأمر عليه مصعب شوفوا هذا المنكر الثالث أو النكار الثالث النكار الرابعة أن هذا النص يثبت أن عمر بن الخطاب كان ديكتاتوراً يعمل بالقمع يقمع الناس بشهادة عثمان بن عفان أنه بنفسه يقول لما خاطب الناس الثائرين عليه يقول ألا فقد والله عبتم علي بما أقررتم لابن الخطاب بمثله ولكنه وطئكم برجله وضربكم بيده وقمعكم بلسانه فدنتم له على ما أحببتم أو كرهتم يعني عثمان هنا يطعن بعمر بن الخطاب سوي ديكتاتور حال حال القذافي الآن هو القذافي شنو سوى نفس هاي الأوصاف سوى بالشعب الليبي وطئكم برجله وضربكم بيده وقمعكم بلسانه هذا اللي سوى القذافي طوال هاي المدة أربعين سنة هو شنو سوى القذافي فإذا القذافي تجوز عليه الثورة لأنه فعلها كذا فعمر بن الخطاب كذلك كلاهما كانا على صفة واحدة وللعلم القذافي له تسجيل أو خطبة قديمة ذكر فيها هذا الشيء راجعوا أنتم خطبه القديمة في الستينات أو السبعينات أنه قالها صراحة أنه عمر بن الخطاب كان ديكتاتورا مستبدا فلماذا تنقمون علينا فالكلام الآن يوجه للعدو أنه إذا أخذت بهذا النص ففيه طعن في إمامك عمر والطاعن عثمان ويصور إمامك عمر بأنه يعمل بالقمع أنه ديكتاتور ظالم مستبد جائر عنيف غليظ هكذا كان يصنع فهل تقبل بالنص أم لا النكار الخامسة والنكارات كثيرة أنا فقط انتقيت منها خمس نكارات على ما هم يعتقدون أنه عثمان يهدد بنفس السيرة يهدد بأن يعمل بالقمع على سيرة عمر بن الخطاب يقول وَلَقَدْ أَعْدَدْتُ لَكُمْ أَقْرَانَكُمْ وَأَفْضَلْتُ عَلَيْكُمْ فُضُولًا وَكَشَّرْتُ لَكُمْ عَنْنَابِيْ عثمان الآن يقول أنا ترى صرت وحش كشرت لكم عن نابي الآن أنهش فيكم تقبل أيها العدو بهذا النص الذي يهدم تلك الصورة العظيمة الغارقة في الحلم والمثالية عن عثمان أنه كان رحيما كان رؤوفا كان عطوفا ولذلك ما سمح لأحد بأن يدافع عنه وقال لا أريد سفك الدماء ما كان يهدد الناس كان دائما يدفع بالتي هي أحسنة طلع كل هذا أيضا كذب إذا أنت أخذت بهذا النص لأن الرجل يصرح يهدد هكذا صراحة ويقول وَكَشَّرْتُ لَكُمْ عَنْنَابِيْ أنا وحش أنهش في لحومكم بأنيابي فماذا تصنعون يا أيها البلهاء ما تعرفون تحتجون على التشيع العظيم بشيء يستقيم شيء واحد ما عندكم المشكلة هي أنه حينما تحتجون أكب لها آخرين يسمون أنفسهم شيعة ما يعرفون كيف يجيبون عليكم وإلا أمام أقل مناقشة علمية يتبين أن ما تقولونه هراء في هراء أصلا الرواية من رواياتكم وليست من رواياتنا خير إن شاء الله في نهج البلاغة شنو هو نهج البلاغة من أول إلى آخرين يقول أنه مقطوع الصدر عن أمير المؤمنين عليه السلام كله صحيح لا يقول عالم شيعيون بذلك تعال أولا ابحث تعال انظر أنه الرواية من رواها ماذا فيها انظر للرواية من أولها إلى آخرها متاخذ جزء واحد فقط إذا أخذتها من أولها إلى آخرها تستحي من أن تطرحها لأنها تهدم ما أنت تعتقد به ولو تأملنا كذلك أي إنسان مسلم منصف من أي مذهب كان إذا شوية يتأمل بالرواية يعرف أنها منحولة وصنوعة وكلام موضوع على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لماذا؟ لأنه انظر ماذا نسب إلى أمير المؤمنين قوله لعثمان ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه ولا خلونا بشيء فنبلغك وما خصصنا بأمر دونك بالله عليك اسأل أي مسلم منصف اسأل ذولا مشايخ الأزهر المنصفين مثلا من تبقى منهم من المنصفين قل لبالله عليك هذا الكلام ممكن أن يصدر من علي بن أبي طالب عليهما السلام أم لا يخاطب عثمان يقول لشنو ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه والإجماع قائم على أن علي عليه السلام سبق عثمان في الإسلام والإيمان والجهاد وفي كل شيء فإشلون يقول ما سبقناك إلى شيء يعني هذا يناقض المعلومة بالضرورة ثم يقول ولا خلونا بشيء فنبلغك يعني ما خلونا برسول الله صلى الله عليه وآله حتى نبلغك أمور وأيضا هذا يخالف ما هو معلوم بالضرورة من أن علي عليه السلام كان يخلو برسول الله صلى الله عليه وآله حتى قال علمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب هذا شيء أطبق عليه الجميع أمر معروف فكيف يقول علي لعثمان ما خلونا يعني أنا حالحة بقية المسلمين ما خلوت بشيء برسول الله صلى الله عليه وآله حتى أبلغك هذا الشيء أسرار العلوم جاءت إلى علي عليه السلام من هذه الخلوات التي جمعته بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وكذلك يقول وما خصصنا بأمر دونك كيف لم يخص بأمر دونه وعلي المخصوص بأسرار رسول الله بعلوم رسول الله صلى الله عليه وآله بقربه من رسول الله صلى الله عليه وآله كان يلازمه ملازمة الظل لذي الظل يعني هذه العبارة بعيد جدا أن تصدر عن أمير المؤمنين الإسلام لأنها تخالف التاريخ كله كل التاريخ تخالف إلا أنه نوجه العبارة هذه أو هذه العبارات بتوجيهات بعيدة مثل أنه يقصد ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه يعني ما سبقناك إلى شيء من أحكام الإسلام المعروفة التي هي واجبة على كل مسلم ومسلمة فنخبرك عنه كذلك ما خلونا بشيء من تلك الأحكام فأنت المفروض تعرف هذه الأحكام أنه مثلا لا يجوز الظلم لا يجوز الجاور لا يجوز الاستئثار بالفي لا يجوز ثولية الفسق والفجر على رقاب المسلمين أمثال هذه الأمور ولكن لا يخف أن هذا تأويل بعيد جدا على يتحال هذه أيضا قرينة على أن الكلام مصنوع إذن إلى هنا تبين أن الرواية أساسا من روايات أهل الخلاف ويحتجون علينا بها وهذا نوع من أنواع المغالطة نوع من أنواع المغالطة وأن الرواية أسنادها ضعيفة مطعون فيها أن متنها كذلك فيه نكارات وأي نكارات أن فيها قراء على أن الكلام مصنوع موضوع على أمير المؤمن عليه السلام وأن الذي نسب هذا الكلام لأمير المؤمن هو نفسه الذي نسب هذا الكلام لعثمان والكلام مع الكلام متجانسان فإذن لا بد أن يكون وراؤهما شخص واحد قد يكون هذا ابن داب الذي قال أهل الخلاف بأنفسهم واعترفوا بأنه وضع يضع الحديث كان يكتب هكذا ويضع الأحاديث زين هس مع كل هذا نحن نتنزل ونسلم جدلا بأن هذا الكلام لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مع هذا كله نقول حتى لو سلمنا بأن هذا الكلام لأمير المؤمنين عليه السلام فإنه لا حجة فيه على ما تريدون يا أيها المدافعون عن أبي بكر وعمر عن صنمي هذه الأمة ليس في هذا الكلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال بالنص الصريح إن أبا بكر وعمر عملا بالحق ليش تكذب لماذا تكذب لماذا تدلس الذي قاله حسب المنسوب إليه وما ابن أبي قحافة ولا ابن الخطاب بأولى بعمل الحق منك ما قال أبو بكر وعمر عملا بالحق هذا الكلام إن سلمنا جدلا أنه لعلي عليه السلام فإنه لا يفيد أنه يكسب شرعية لأبي بكر وعمر ويقول إنه ما عملاء بالحق على نحو الإطلاق أبدا وإنما هذا الكلام ينطق فيه بمنطق من استسفروه هو يقول إن الناس ورائي وقد استسفروني بينك وبينهم يعني جعلوه سفيرا بينهم وبين الطاقية عثمان حتى ينقل له ماذا مطالبهم فيتحدث بمنطقهم هم وهذا حق أنهم كانوا يرون أن عثمان غير سيرة أبي بكر وعمر في هذه الجزئية التي هي حق كذلك نسلم بذلك وهو أن أبا بكر وعمر ما كان من عادتهما أن يولي أقرباءهما على رقاب المسلمين ويستأثرا بالفيء ما كانت هذه عادتهما كانا ظالمين لا شك ولكن في هذه الجزئية ما صنعا ذلك ماكو في تاريخ أبي بكر وعمر هذا الشيء عمر بالذات كان يتزهد يعني كان يظهر نفسه زاهدا بعيدا عن الدنيا أما عثمان لا تولى الخلافة تولى الحكم فإذا به يغدق على نفسه وعلى أقاربه راح بنالك قصر بالمدينة يلبس أفخر الثياب يأخذ من بيت مال المسلمين ما يشاء يوزعه على أقاربه ثم أقاربه هؤلاء الفسق والفجر الوليد بن عقب عبد الله بن عامر بن كريز ابن أبي سراح فلان 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 هؤلاء كلهم كان يوليهم على رقاب المسلمين وهم كلهم من بني أمية أو من أصهارهم أو من أقربائهم أو من المتحالفين معهم وكانوا يستأثرون بأموال بأموال الله تبارك وتعالى بأموال المسلمين بأموال بيوت مال بيوت مال المسلمين ويتركون كثيرا من المسلمين جوعة هذا الأمر ما كان يصنعها أبو بكر وعمر وإذلك كان هؤلاء يقولون لعثمان أنتم راجعوا التاريخ أنه أنت خالفت سيرة الشيخين هذا كان سبب النقم على عثمان هم في الواقع الناس الذين ثاروا على عثمان ترى تسعين بالمئة منهم ما كانوا قد ثاروا لله ثاروا لدنياهم هذه كلمة حق ثاروا لأنفسهم لما رأوا عثمان قد ظلمهم ثاروا القلة فقط من النخبة الرافضية ثارت على عثمان لله مثل عمر بن الحمق الخزاعي رضوان الله تعالى عليه الذي اشتهر عنه قوله لما طعن عثمان ماذا قال طعنه تسع طعنات قال أما ثلاث منها لله وأما ست لما كان في صدري عليه هذا رجل ثار لله تبارك وتعالى لأن عثمان كان من ظلمة أهل البيت عليه وسلم كانت النخبة الرافضية فقط هي التي ثارت على عثمان أملاً في أن يرجع الحق إلى نصابه إلى الإمام والخليفة الشرعي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أمثال عمار بن ياسر مالك الأشتر أبي ذر من قبلهم كان يوطئ وكان يؤجج الساحة على عثمان أمثال هؤلاء كميل بن زياد محمد بن أبي بكر أمثال هؤلاء أما البقية معظمهم ثاروا لأنفسهم يحط للإنسان أن يثور لنفسه نحن لا نقول لا الشعب الذي يظلم وتنتهب ثرواته فليثر ماكو إشكال ولكن الذي يثور لله قبل نفسه هذا لا شك أجره عند الله تبارك وتعالى مضاعف هذه الأكثرية التي ثارت على عثمان كانت على عقيدة من؟ كانت على عقيدة أبي بكر وعمر ولذلك كانوا يحجون ويخاصمون عثمان بسيرة أبي بكر وعمر وكانوا ينظرون إلى هذه السيرة في هذه الجزئية على أنه حق حق على الوالي أن لا يولي أقرباءه الفسق الفجر وأن لا يستأثروا بالفي فعلى هذا قال أمير المؤمنين إن صحة نسبة الكلام إليه إن صحت نسبة الكلام إليه قال لعثمان ومن بن أبي خحافة ولا بن الخطاب بأولى بعمل الحق الذي هو هذا أنه تعزل ولاتك تعزل هؤلاء الولاد تعزل أقاربك وتقبض على أيديهم وتعطي مال الله لعباده أبو بكر وعمر ما ليس بأولى بعمل الحق في هذه الجزئية منك انضي على سيرته هذا لأن أمير المؤمنين عليه السلام إن صحت نسبة الكلام إليه كان يتحدث بمنطق من؟ من كان وراءه إن الناس استسفروني إن الناس ورائي وقد استسفروني جعلوني سفيراً فأتحدث أنا أنقل لكم أنقل لكم مطالبهم بمنطقهم أبو بكر وعمر حرصاء في المظهر العام كما بينا على أن لا يظهر جوراً على الناس خاصة ما كان عندهم أسلوب أنه يستأثران بالفيء ويوليان الأقارب ويتمتعان يعني يعدمون الطبقة المتوسطة كما يقال الآن في العلوم الحديثة يعني يجعلون أنفسهم فقط طبقة مخملية هكذا ثرية والطبقة الأخرى الطبقة الثانية طبقة كادحة طبقة ضعيفة مستضعفة لا ما كانت هذه عادتهما أما عثمان فهكذا صنع ألغى الطبقة المتوسطة نهائياً عندي كلام لا تفتحوا رجاء الاتصالات الآن عندي جزئيات أخيرة إن شاء الله أختم بها الكلام أقول الأمر الآخر أنه لو كان هذا الكلام صادراً عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام على فرض أنه صادر عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فلا يمكن حمل قوله إنه ليس ابن أبي قحافة ولا ابن الخطاب بأولى بعمل الحق منك ليس يمكن حمل هذا الكلام على الإطلاق على أن سيرة أبي بكر وعمر كانت في كل تفاصيلها عملاً بالحق لا لم يكن الأمر هكذا لأن هذا ينقضه ما هو متفق عليه من أن علي عليه الصلاة والسلام لما عرضت عليه الخلافة عرضها عليه عبد الرحمن بن عوف قال له أبايعك أو نبايعك على أن تعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسيرة الشيخين مشهور أن علي عليه الصلاة والسلام رفض العمل بسيرة الشيخين فإذا كان يرى أن سيرة الشيخين على الإطلاق حق لماذا رفض ذلك وقال أعمل فقط بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله فإذا هذا يدلنا على أنه إن صح صدور هذه العبارة منه صلوات الله عليه فليست على النحو الذي يؤوله العدو ليست على هذا النحو وإنما هي تتعلق بجزئية واحدة وهي جزئية ظرف صدور هذا الكلام علينا لما نقيم كلاما أو نفسره أن نرى ظرفه أنه صدر في أي مناسبة في أي موضوع في أي ظرف الظرف كان هذا كما قرأت لكم الرواية الطويلة من تاريخ الطبري نفسه أن الظرف كان أن الناس نقموا على عثمان هذه الجزئية فطالبوا بأن يرجع إلى ما كان عليه العهد أيام أبي بكر وعمر واعتبروا ذلك حقا وهو حق فخاطبه أمير المؤمنين عليه السلام بلسانهم هذا إن صح أن الخطاب لأمير المؤمنين صلوات الله عليه ثم هناك ملاحظة أخيرة وقد سبق التنبيه عليها من ذي قبل الملاحظة هي أنه لابد من حمل المتشابه على المحكم هذا هو المنهج العلمي شوفوا الآن أضرب لكم مثالا لو أن رجلا الآن جاء واحد مثلا جاء وفتح القرآن الحكيم فتح على سورة البقرة الآية الثالثة والستين وقرأ لنا قوله تعالى إن الذين آمن والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون جاء فتح لنا هذا الكتاب العزيز وأخرج هذه الآية وقال انظروا أنا أستدل بهذه الآية على أنه لا يجب اعتناق الإسلام ولا يجب الإيمان بنبوة نبي الإسلام صلى الله عليه وآله يمكن للمرء أن يكون من الذين هادوا من اليهود من النصارى أو حتى من الصابئة والمهم فقط حتى ينجو يوم القيامة أن يؤمن بهذين الركنين أن يؤمن بالله واليوم الآخر والأمر الآخر أنه يعمل صالحا فقط يؤمن بهذين الركنين ركن العقيدة وفي جانب العمل يعمل صالحا يعمل أمور خيرة هذا له أجره عند ربه ولا خوف عليه ولا هو يحزن ملازم أنه نؤمن بالإسلام شوفوا هذه الآية لم تذكر أنه لابد أن تؤمن بالإسلام هذه الآية لم تذكر أنه لابد أن تؤمن بالنبي صلى الله وعليه وعليه لم تؤمنوا بالإسلام وبالنبي فإنما آلكم النار دقيقوا الآية تقول إن الذين آمنوا يعني المسلمين والذين هادوا اليهود والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر حتى النبي ملازم تؤمن به وعمل صالحا تعمل صالحات في الدنيا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإذن يلا خلي نقول للناس ملازم تؤمنوا بالإسلام ملازم تؤمنوا بالنبي الأعظم صلى الله وعليه تقبلون هكذا استبلال من هكذا شخص لا تقبلون بماذا تجيبونه تقولوا لكمل كمل بقية الآيات هذه آية من المتشابه يجب أن نحملها على المحكم هذه الآية فيها غير وضوح شنو الفرق بين المتشابه والمحكم المتشابه ما لا وضوح فيه يحتمل أكثر من وجه ومعنى لا يعينه وتكون تلك المعاني متساوية المحكم هو ما فيه بعد حكم هكذا ما فيه وضوح في الدلالة ذو وضوح في الدلالة لابد أنه نحمل المتشابه على المحكم أنت وصلت الآن إلى الآية 63 من البقرة كمل اقرأ بقية آيات القرآن الحكيم حتى يتبين لك المعنى اتكمل شوية توصل إلى سورة آل عمران تصل إلى الآية رقم 86 تقرأ قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إذن تفهم هنا أنه تتثبت تقول لا هنا الله عز وجل يقول إذا ما كان على دين الإسلام فإذن معنى ذلك أنه سيكون من أهل جهنم في الآخرة لن يقبل منه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه اتكمل شوية توصل إلى سورة الفتح الآية الرابعة عشر تقرأ قوله تعالى ومن لم يؤمن بالله ورسوله يعني لازم تؤمن بالرسول كذلك ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا فإذن يروح إلى جهنم يروح إلى السعير إذا لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله فهاتان آيتان محكمتان أنه لا بد من الإيمان بالإسلام ولا بد من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله نحمل تلك الآية المتشابهة على هاتين الآيتين المحكمتين لأننا بذلك في الواقع نعمل بما أوصان الله عز وجل به هو بنفسه القائل في سورة آل عمران في الآية الثامنة يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله مثل هذول الذين يأخذونها جل بلاغة يأخذون الكلام المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله يؤولونه على غير معنى حتى يبعدون الناس عن الحق وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب اللي عندهم عقل ملبلهاء هنا لما تحمل المتشابه على المحكم في آيات الكتاب العزيز تفهم أن الله عز وجل حينما قال في تلك الآية الأولى في سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من الأقوام السابقة التي كانت قبل الإسلام تلك الأديان التي نسخها الإسلام هؤلاء الذين ماتوا ما عرفوا النبي صلى الله عليه وآله وما عرفوا الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله هذا الإسلام بشريعته الخاتمة فلذلك هنا يقع تساؤل أنه هؤلاء مآلهم إلى النار الله عز وجل أجاب لا هؤلاء ما داموا في تلك الأزمنة آمنوا بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هؤلاء ما كانوا مكلفين بأن يؤمنوا بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وشريعته الخاتمة هذه كان يكفيهم أن يؤمنوا بتلك الأديان قبل تحريفها على ما كانت عليه من التوحيد على ما كانت عليه من الإيمان باليوم الآخر بالمعاد ومداموا عملوا صالحا فلهم أجرهم عند ربهم أي أن الآية هذه ليس لها عموم أحوالي يعم كل الأحوال والأزمنة أو عموم أزماني هكذا نستنبط من كتاب الله عز وجل لا يصح أن نأخذ الآيات المتشابهات ونتشبث بها حتى نبيح للناس والعياذ بالله يكفروا بالإسلام ملازم أن تؤمن بالإسلام خلاص ولا تؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله لا لا بد أن نحمل المتشابه على المحكم حتى نفهم المعنى كذلك في كلام أهل البيت صلوات الله عليه كلامهم هو الإمام الرضا عليه السلام يقول كما أخرجه شيخنا الصدوق في كتابه عيون الأخبار قال الإمام الرضا عليه السلام من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم ثم قال إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها وَلَا تَتَّبِعُوا مُتَشَابِهَهَا دُونَ مُحْكَمِهَا فَتَضِلُّوا الآن هذا النص الذي يستدلون به من نهج البلاغة إن سلمنا أنه لأمير المؤمنين عليه السلام إن سلمنا والحال أن في النص طعون كثير تجعلنا لا نطمئن إلى أنه من كلام أمير المؤمن عليه السلام أصلا هو من رواياتكم أستنفرض تنزلنا وسلمنا هذا من المتشابه لماذا؟ لأن العبارة هذه تحتمل أكثر من معنى بلحاظ القرينة المجموعية مجموع الكلام وظرفه وأوله وآخره صدره وذيله نفهم أنه شنو المراد بأولى من عمل الحق منك بأولى من عمل الحق منك تبين أنه عندنا أكثر من معنى الآن عندنا دعوة أنه المراد من ذلك أن أمير المؤمن عليه السلام يحكم على أن سيرة أبي بكر وعمر كلها كانت حقا وأنهما عملاء بالحق على نحو التزكية هكذا يزكيهما نقول له لا أوقف كمل باقي نهج البلاغ اقرأ باقي خطب أمير المؤمنين عليه السلام وخطبه وفيها المحكمات احمل هذا المتشابه على المحكم لأن الإمام الرضا عليه السلام هكذا قال إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن لا بد أن تفعلوا كما تفعلون حين تستنبطون من القرآن الحكيم رد المتشابه إلى المحكم تفتح نهج البلاغة تشوف أنه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الخطبة الشقشقية يعبر بكل صراحة على أن أبا بكر وعمر ما كان على الحق أبدا وما قبل الخطبة الشقشقية كذلك أنتوا إذا لاحظتم الفقرة التي قبل الخطبة الشقشقية من الخطبة التي سبقتها يقول أولا يصف آل محمد عليه وسلام قال ومنها ويعني آل النبي صلى الله عليه وآله هم موضع سره ولجأ أمره وعيبة علمه وموئل حكمه وكهوف كتبه وجبال دينه بهم أقاما حناء ظهره وأذهب ارتعاد فرائصه زين ثم شوفوا الآن تكلم عن آل محمد عليه وسلام الآن يتكلم عن من عن مخالفيهم الذين تولوا الإمرة دونهم يقول منها يعني بها قوما آخرين فماذا يقول زارعوا الفجور وسقوه الغرور وحصدوا الثبور لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا أبو باكر عمر عثمان هؤلاء ممن جرت نعمة آل محمد عليهم أبدا تقيسون هؤلاء بآل محمد هم أساس الدين وعماد اليقين إليهم يفيء الغالي وبهم يلحق التالي ولهم خصائص حق الولاية ولايتهم واجب على كل مؤمن ومؤمنة وفيهم الوصية والوراثة فيهم الوصية هؤلاء أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله طبعا المخالف الأبله العدو الجاهل يقول إيه هذا مثل ما النبي صلى الله عليه وآله وصى بالأنصار لو كانت الوصية بهم ما كانت الامرة إليهم الغري ما قادر يفرق بين كلمة الوصية فيهم والوصية بهم العبارة تقول وفيهم الوصية مو وبهم الوصية فيهم فيهم يعني الوصية النبوية فيهم أي هم أوصياء النبي صلى الله عليه وآله مو الوصية وبهم الوصية حتى يكون المعنى أن النبي صلى الله عليه وآله أوصانا بهم أن نراعيهم ونراعي حقهم ما عرفين يميزون لأنهم ليسوا متضلعين معدهم علم وفيهم الوصية وهنا أكو قرين أيضا على أن هذا المعنى هو الذي نقوله وفيهم الوصية والوراثة ورث النبوة الآن إذ رجع الحق إلى أهله تريدون بعد أصرح من هذه العبارة لما تولى أمير المؤمنين عليه السلام قال هذه الخطبة قال الآن إذ رجع الحق إلى أهله يعني قبل ذلك كان الحق عند من؟ ما كان الحق عند أبي بكر وعمر وعثمان لأنه الآن إذ رجع الحق إلى أهله إحنا أهل الحق إذن من تقدمنا كان حقنا مسلوبا فإذن أبو بكر وعمر وعثمان كانوا ظلمة الآن إذ رجع الحق إلى أهله ونقل إلى منتقله لا يلاحظون هذه المحكمات ما يلاحظون الخطبة الشقشقية التي فيها الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان لشد ما تشطر ضرعيها بعد ماذا تريد أصرح من ذلك؟ وهذه الخطبة ممثل تلك ذلك الكلام المنحول الذي وضع على أمير المؤمنين عليه السلام الذي رواه هذا الوضاع وغيره وأمثال من رواياتكم لا الخطبة الشقشقية لدينا أسنادها رواها الشيخ المصدوق ورواها الأعلام فيطمئن المرء إلى أنها صادرة عن أمير المؤمنين صلى الله وسلم لشد ما تشطر ضرعيها يعني أبو بكر وعمر أخذا الخلافة مثل بقرة كل واحد أخذ ذا ثدي ضرع وهذا يمص وهذا يمص لشد ما تشطر ضرعيها كل واحد تشاطر مع الآخر في أن ينهب الخلافة أرى تراثي النهب هذا الخطبة الشقشقية هكذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام إلى أن جاء ثالث القوم بين نفيله ومعتلفه دابك ماذا تريد أن أصرح من ذلك هذه محكمات لابد أن نحمل هذا المتشابه على هذا المحكم حتى نفهم حين إذن نفهم بأن أمير المؤمنين عليه السلام حاشاه لا يعبر عن أبي بكر وعمر أنهما عملا بالحق التخرصاتكم هذه علماءكم كانوا يفهمون هذا الشيء يعرفون أن نهج البلاغ مليء بالطعم على أبي بكر وعمر ولذلك رفضوه لو كان الأمر بهذه السهولة وبهذا اليسر الذي أنتم الآن تقومون به وأنهم تحاولوا أن تستخرجوا بعض الكلام الذي ليس مطمئنا صدوره عن أمير المؤمنين عليه السلام رغم وجوده في نهج البلاغة تستخرجوا مثل هذا الكلام وثم تؤولونه بهذه التأويلات وتلوون عنق المعنى هكذا حتى تعظموا من شأن أبي بكر وعمر وتريدون من الشيع أن يتنازلوا عن عدائهم وبراءتهم منهما لو كان الأمر بهذه السهولة واليسر لالتفت إليه أعلامكم الكبار شيوخكم العظماء منذ قابل لكنهم وجدوا أنه لا محيص من أن يرفضوا الكتاب هذا كله لماذا؟ لأنه فيه الطعن الصريح على أبي بكر وعمر أنقلوا لكم شهادة واحدة واختموا بها حديث راجعوا أنتم ميزان الاعتدال للذهبي الإمام الذهبي عند أهل الخلاف لما يترجم للسيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه علم الهدى الذي هو أخ الشريف الرضي اتهمه بأنه هو الذي وضع نهج البلاغة يقول في المجلد الثالث الصفحة 124 يقول وهو المتهم بوضع كتاب نهج البلاغة مع أنه أحمق الذهبي طبعاً ما يفتهم وهو المتهم بوضع كتاب نهج البلاغة وله مشاركة قوية في العلوم ومن طالع كتاب نهج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين ففيه السب والحط على السيدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إذن في الواقع وهذه بشهادة أعلامكم نهج البلاغة يصرخ بالتنديد بأبي بكر وعمر وسيرتهما واعتبارهما ظالمين جائرين لو كان الأمر كما تزعمون لما رفض علماؤكم الكبار نهج البلاغة إنهم يدركون هذه الحقيقة بهذا نختم كلامنا تفضلون أحسن سمحت الشيخ طيب الله عن فاتكم سمحت الشيخ كان أخوان متصلين وسانت فيه أسئلة كثيرة من الأسئلة كان عندنا أخ اسمه أحمد من الكويت كان عنده سؤال عن الروايات التي كانت تذكر أو تنهى عن الخروج قبل خروج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه منها ما خرج عن الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام ما خرج ولا يخرج منه أهل البيت إلى قيام الاسم الخاص للإمام أحد ليدفع ظلما أو ينعش حقا إلا اصطلمته البلية وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا وروايات كثيرة تذكر أو تنهى عن الخروج قبل خروج الإمام منها رواية الإمام الصادق إلزم الأرض ولا تحرك يدنا ولا رجلا حتى ترى على ما تذكرها لك وما أراك تدرك إلى آخر الحديث في مذكورة في لها مصادر هذا سؤال بس فيه طبعا هذا التسجل عندنا من الأخو بس فيهم اتصالات خلناخذها وبعدين نجاوبه مرة واحدة إن شاء الله ناخذه بوروظة من البحرين السلام عليكم السلام عليكم بوروظة مرحبا وعليكم السلام تفضل أستاذنا الباحث أستاذ عبد الله حياك الله حياكم الله أستاذي عندي مدافلة بسيطة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أن تنجيد الطغاة ثقافة إسلامية رسمية أصبحت لا عرفاً فقط بالمنهج وسنة يعني أننا في الوقت نرى في جبابرة والطغاة أمثال عمر القدّافي وأبي بكر المبارك وعثمان الأسد والباقول كلهم بحشة الطغاة الحاكمون إنما يعني لأننا أمام مثل تلك الشخصيات مرة أخرى تتكرر علينا كلما تكررت فبارك الأزمنا تتكرر علينا كلها وجوه النترة لحنا دفقوا أعناقنا بالسهنة والظلمة وقد اخترر منهج الشيخ الحبيب وهنا نحن نقارع الباطل بالدليل والبرهان تثبت الله سماحة الشيخ على بالتالي منهج لي طلب عن سماحة الشيخ الحبيب تفضل عندي أفعلي يكتب أخ أبو رضا لي أخ معتقل منذ شهور وهو رغائم عنا يحمس في فياهل السجون وبحركة إلى أن يدعو له بالفرج العاجل وغير آجل يريد دعوة من سماحة الشيخ المجاهد ياسر الحبيب إلى أخو أبي رضا إن شاء الله الله يفرج عننا إن شاء الله بحق محمد وعلي محمد إن شاء الله بعين فرج الله عنه فرج الله عنه إن شاء الله و أخرجه مرفوع الرأس و على رأس هؤلاء المظلومين محمد و آل محمد صلى الله و سلام عليكم و رحمة الله و بركاته الله يفرج و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته و الله يفرج عن أخوك إن شاء الله و يلعن آل خليفة و آل سعود و السلام عليكم و السلام و رحمة الله و رحمة الله و رحمة الله و رحمة الله و لحقة إن شاء الله و بخير أنا والله حياك الله أنا حملتك رسالة بلغت الشيخ قبل يومين حياك الله ألا ويوسف ويوسف تبسراحة اعذرني ما بلغتها وانشغلت ونسيت رسالتك اعذرني مشكلة أنا بلغتك الباب على كل حل أنا الممتحياتي بكل اعتزاز للشيخ الله يطول في عمره إن شاء الله والله يبارك فيك والله يحفظه من أي سوير وإي مكروح إن شاء الله الله يرحم لوالديك إن شاء الله بس طلبي الوحيد وطلبه اللي هو المطلق هذه مع المحاكمة عمر هذه يخليها ولا محكمة لها هذه الدولية حتى تقدر تعمل مثلها لازم تخلي هذه المحاكمة في اليوم ثلاث مرات أربعة مرات وفي اليوم الموضوع هذا الجديد مع نهج الملاغة في سبيل اسمع ذا الناصبي ذا الناصبي الملعون اللي يجالسي شوه على المسلمين هذه لازم تخليها أيام العيد أربعة أيام مع المحاكمة الدولية دي ما لا هاي حاضر حاضر المحاكمة وهذه ما لنحق البلاغة اليوم خلوا أيام العيد عقلة العيد خلي الناس بيدي يسمع أحسنت بارك الله فيك مشكور أيضا مبارك مسكين يجيبوه على سرير للمحاكمة وهذا مقبور لكن قبر إن شاء الله لعب نعم على كل شكري للتحيات للشيخ الله يخليك وتمنى له الصحة والعافية إن شاء الله الله يطول عمرك وتمنى يدعينا بالخير وبالعافية إن شاء الله الله يعافيك إن شاء الله الوالدة مثلما تقولها يشربتني حب الوصي سلام الله على الوصي و ديكلم يا شيخي فكرني جديد بعد ألا يومين على كل حال تحيات إليكم جميع إن شاء الله سلام الله و الله يحفظ الشيخ إن شاء الله هنيع لك سلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله الله يحفظكم يا شيخ الله يخليك و يوسف كان طلبه أن يخلي محاكمة عمر لمدة أربع أيام أيام العيد يقول لي خلوها في اليوم أربع مرات ناخذ محمد حسن من البصرة سلام عليكم سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هياك الله حبيبي طال أمرك الله يخليك الله يخليك إن شاء الله ويجعل الشيخ أنه سلام سلام ووايه وغير الشيخ هياك الله أهل البصرة بيضينها بالبرائة ما شاء الله برائيين الله يخديك أنا أحب أحب أضمنكم اليوم إن شاء الله الحضور بحسنة الحشو مضاعف مضاعف يعني ما شاء الله ما شاء الله الحضور مضاعف وهي شوك بعين الوهابي يعني الحمد لله يدوروني شهادة أبنى علي بن أبي بارك أنيان لكم أبطال أنت أبطال أنت أبطال أنت أبطال أنت أبطال إن شاء الله هذا جاء كما سمني بس أنا عندي فتسؤال لشيخ ممكن أسأله حياك الله تفضل الشيخنا السلام عليكم الشيخ بالنسبة لأخو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني شيخ الأجيال لا يعني ذكر الآية مع بسم الله الرحمن الرحيم إنما وقرنا في بيوتكنا ولا كتبرجنا تبرج الجاهلية الأولى إنما يريد الله ليذهب عنكم الردس أهل البيت ويتأخركم تطيرا يقول هاي كلمة الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الردس أهل البيت هاي موضوعة يعني ممكانها الحقيقي فما دي حبرك يعني أستعلم بس من حضرتك وتكون مشكورة الله يخليك ونفعلك الدعاء إن شاء الله أحسنت حبيبي حياك الله ومشكور والله أهل البصرة يشرفون أهل البصرة صرفعوا روسنا بشجاعتهم الله ينوّلهم مرادهم إن شاء الله بحق هذه الليلة اسمها الأخ محمد حسن إذا تسجل لسماعة الشيخ ناخذ سعد من بقداد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الله ورحمة الله تفضل ايو تفضل وياك مباشر إن شاء الله تفضل ان شاء الله اه عبو شيخنا اه تفضل ان سويت محاكمة عمر بن خطار صورة محاكمة عمر لأن انت تهامة عمر بس بشغلة عمر لكن عمر يعني عدد الله عمر يعني أخو يساعد الصوت مواضح قاعدت اسم نسمح كلمة وكلمتين ما نسمحهم يا عليك تتصل مرة ثانية مواضح الصوت بس فهمنا من مداخلته إن يقول سماعة الشيخ أنه تهمسوا عمر بس بموضوع اتهام النبي بالهج وظاهر العمر بلاوي كثيرة وده يطرحه نشكر له ساعد من مغداد وناخذ ابو عبد الله من البصرة السلام عليكم السلام عليكم ان شاء الله السلام عليكم أخي عدد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله حياك الله حياك الله وحيا أهل البصرة حياك الله عندي كم سؤال لسماعة الشيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا الأول دائما سماعة الشيخ يطرط يقول أنا كنت عاي شوي المجتمع البكري وعاي فقول لي أنه كان بكري ويتحول إلى متى بالشيحي ما سؤال أول وما هي الدرجة العلمية لسماعة الشيخ هل واصل إلى مرحلة البحث الخارج أو غيرها من الدروس الحزوية وقبل فترة طرق سماعة الشيخ إلى موضوع حجرة بعض الشيحة إلى الخارج وتشكيل هيئات وزنيات ماذا يقصد من هذه الهجرة يعني لأن أنا ما لحق على البرنامج في نهايته لتشكيل هيئات وهجرة وعنده طلوقات يعني أنت واحد الشيخ هجرة يعني هذا الكتاب الصاحشة أتمنى أتمنى أن ينطبع أكثر منه فقالي نحن بالعراق ما جاعة يسمى هذا الكتاب لأن قبل فترة الشيخ استيجاني ببرنامج ذكر الكتاب ثم احتضيت الهجرة حسب الأرقام الموجودة الهجرة من عنده وتشيح من الذكرين مليون شخص فإن شاء الله هذا الكتاب ما تمنى أحد الشيخ ينهد من عنده الملايين والمليون نعم جزاكم الله بس السؤال الثالث سمعني السؤال الثالث تشكيل هيئات تفضلتوا الهجرة وتشكيل هيئات سؤال ماذا يقصد تمحت الشيخ من الهجرة ضعب الشيحة إلى الخارج نعم أحسنت حبيبي مشكور تغبل الله عمالكم نعم ناخذ اتصال من الأخثار الدراجي من العراق السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إياك الله إياك الله إياك الله قال أن سماعة الشيخ أشبع المعظوعة والأخير الحقيقة لأنهم يمون ببعر ويقصون ببعض كما حالهم كما يتمون الأسطرانية وأنهم راجعون ناجي البلاغة لو وجدوا كل كل كلام به لأمير المنى عليه السلام يتغرق من سممي قريش فعندما يقول اللهم أني أتسعيدك على قريش ونقع عمهم فأنهم قطعوا رحمي وتغروا عظيم منزلتي وأجمعوا على منازعة عمرهم هو ولي أليس هذا بذل على أنه كان يرى ظلمهم وبعدهم عن حق وأنهم أجمعوا على حق عمر وكان أحق به منهم كذلك عندما يقول سلام الله عليه عندما يتكلم عن آل محمد ويقول بهم ينحق السعادة ولهم فقاءة الولاي وقيمة الوراثة والوراثة الآن إذ غتع الحق في أهله ونصل إلى منتخله يعني كان الحق مسلوب من أهل البيت عليهم السلام كذلك عندما نلاحظ ما نحصلون بالأحديث الذي قد تكون به عليهم سماحة سماحة الشيء فعندما كان في فضايتهم المقول الثاني اللي عليهم بيطالب عليه السلام عندما بكتاب لمعاوية أي نحصل حصورة عمر حجل الشام عندما أجابه أمير المؤمنون عليه السلام وإنما حصورة المهاجرين والعنصاح فهم اجتمعوا وعلى رجل وسموه إمامه كان بذلك لله رضا وإن خرج عن أمرهم خارج بسعنة أو بجعة أجل إلى من خرج كأنه سلام الله عليه عند قوله هذا فمسمعوا وعلا يسميه إماما كان ذلك لله رضا وكلام حق يحمد شور عمر واضع الشورة لا تبريد الشورة ذلك لأن عمر تعمل المعنى القرآني بآية الشورة وطبطح من الوافع خلافه لأنه استلم الشورة من أبو بطر بغيط طبعا خلمه الخلافة من الأول بدون شورة وهذا واضع من يراجع الشريف الثاني الحمد إلى شورة عمر نحن جعلها بين ست ولم يستمع جميع المهاجرون والعنصار فهذا يريد أن يتنازل على مرضى يكونوا يومون بالشورة ومن المستحيل أن ينطبق الشورة بأن ما دام هناك محصوم فإنه يستطق مع هؤلاء على ما أسمعه عليه وحير الله الفاتح والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نشكر أخذار دراجة على مداخلاته القيمة ونقول له قواك الله والله يعينك عندك نفس طويل على الوهابية أنا نفسي ما عندي نفس مثل النفس اللي عندك على الوهابية سماحت الشيخ نبدأ نجاوب على الأسئلة نعم نعم أبو عبد الله من البصرة عنده مجموعة السلة بجمعلك إياهم مثل يقول هل كنت بكري؟ لأنه كنت يقول دايما يعني يعني عايش محتك مع مجتمع بكري ما هي الدرجة العلمية للشيخ تفضلت بتشكيل هيئات وهجرة للخارج ما مقصود ما قصدك في هذه الهجرة نعم تفضل سمات شيخ يعني يعني أما أنه كنت بكريا فلا والحمد لله وإنما ولدت شيعيا بفضل الله عز وجل علينا ولكن أجداد أجدائي أجداد أجدادي كانوا بكرين وأما بالنسبة إلى درجة العلمية فهذا تسألون عنه غيري ليس لي أن أقيم نفسي وأما بالنسبة إلى السؤال الثالث فكان جوابا حقيقة على أحد الأخوة الأكارم الذين اتصلوا من الكويت أثناء هذا البث المباشر وكان يشتكي من الظلم الذي يقع على الشيعة في منطقة الخليج واستفسر منا عن رؤيتنا لرفع هذا الظلم عنهم هل أن نوصي بالهجرة أم لا فقلت بأن الذي ينبغي أن يحصل هو توزيع للأدوار الكفاءات التي يمكن لها أن تقوم بدور جديا في إنهاض الأمة الشيعية والدفاع عن حقوقها وتحشيد الرأي العام العالمي ضد الأنظمة الحاكمة التي تضطهد الشيعة وتحرمهم من حقوقهم هذه الكفاءات عليها أن تقسم نفسها إلى قسمين قسم يهاجر إلى الخارج ويقوم بتشكيل منظمات لإدفاع عن حقوق الإنسان الشيعي ويدخل في دهاليز السياسة العالمية مع القوى الكبرى حتى نتمكن من أن نحشد هذه القوى للضغط على هذه الأنظمة وقسم يعمل في الداخل عبر القنوات الدبلوماسية المتاحة أو القنوات السياسية المتاحة ولو على سبيل خذ وأعطي مثلا من أجل أن يتكامل الطرفان معا هذا على المدى الطويل يمكن له أن يحقق مبتغانا إن شاء الله تبارك وتعالى من رفع الظلم عنا في هذه المنطقة بل إننا ننظر إلى أبعد من ذلك وهو تأسيس الدولة الشيعية أو هذا الكيان الذي يجمع الشيعة كوطن لهم هم أحرار فيه وللآخرين أيضا حريتهم في دولهم وفي أوطانهم والكلام في هذا مفصل في واقع الأمر وأنا كما يعلم الأخوة مني يعني لا أتعاطى مباشرة في السياسة بمعنى أني لا أزاول لا أحب أن أزاول ولكني لمواقف السياسية ولنظرياتي أو رؤيتي في هذا الشأن ألقيها هكذا لمن يمكن أن يستقبلها وعسى الله عز وجل يجعل فيها يعني البركة والخير وأحسب أن الذي ينظر فيها جيدا يمكن له أن يستوعب أن هذه النظرية أو هذه النظريات يمكن لها أن تحقق الكثير في هذا الشأن وإني لا أتحدث هنا فقط بصفة رجل دين فالإخوة يعلمون كذلك أني قد درست العلوم السياسية لي اطلاع على هذا الشأن ولي قراءاتي السياسية في هذا الشأن أحسن سماحت الشيخ أحبت ذكرك في سؤال الذي طرحت على سماحتكم بداية البرنامج عن الروايات التي تحث أو على الناس على عدم الخروج قبل ظهور الإمام المهند نعم بالنسبة إلى هذا السؤال فنحن أجبنا عليه بشيء من التفصيل في موقع القطرة إذا يراجع الأخ الكريم ولا يسعنا هنا أن نفصل كثيرا لأن هذا بحث فقهي خلافي بين الحوزات والفقهاء والذي نقوله وننتهي إليه وأشرنا إليه في ذلك الجواب على موقع القطرة أنه كما أن عندنا روايات تنهى كذلك عندنا روايات تحض على الخروج وتحض على الثورة على الظالمين حتى أن الصادق صلوات الله عليه مثلا يقول وددت مضمون الحديث لو أن الخارجية يخرج من آل محمد عليه السلام وعلي نفقة عياله فليخرج وأنا أنفق على عياله من بعد فهناك جمع بين هاتين الطائفتين من الأدلة يمكن أن نوجه الأمر على هذا التوجيه أنه تلك الروايات الناهية إنما تنهى عن تلك الثورات التي أو الإنقلابات في الواقع التي كان يراد بها تأسيس حكم دنيوي محض بشعار آل محمد عليه الصلاة والسلام كما صنع مثلا العباسيين وأما إذا ما كانت هناك ثلة مؤمنة بإجازة من حاكم الشر تنهض وتحاول إرجاع الحق إلى نصابه وتوطئ لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه فيكون غرضها من الخروج والثورة وتأسيس الدولة غرضا دينيا لا غرضا دنيويا الغرض هو إقامة دين الله أن أقيم الدين كما جاء في القرآن الحكيم فالظاهر أن هذه الروايات التي لسانها لسان المنع عن القيام والثورة والخروج لا تشمل هذا الفرد لا تشمل هذه الحالة وأصرح دليل على ذلك أن عندنا استفاضة في الأخبار في أن هناك ثورات سيقوم بها بعض من الشيعة الأجلاء قبيل زمان الظهور المقدس وسيؤسس هؤلاء دولا سيخرجون على الحكام الظالمين ويؤسسون دولا عادلة مدحت ومدح أصحابها في هذه الروايات الشريفة التي هي مروية عندنا باستفاضة من تلك الدول دولة اليماني دولة الخراساني دولة المغرب وهلما جرى وهذه الدول تكون في زمان الغيبة قبل ظهور الإمام عليه السلام سواء قبله ربما يمتد إلى نصف قرن مثلا لا نعلم لا توقت هذه الروايات ولا تحدد فعلى يتحال نفهم من هنا أنه اليماني مثلا لو كان عندنا شخصا الآن يتحلى بهذه الصفة ويكون صادقا في عهده لله عز وجل فإن إقامته للدولة والخروج لا شيء فيه عليه على يتحال هذا بحث خلافي مفصل مكانه في الحوزات العلمية ولعلنا إن شاء الله في بعض دروس الحوزة نتطرق إليه فإذا أراد الأخ إن شاء الله لما تعود الدورة الحوزوية إن شاء الله ربما تنقل على القناة يستمع إن شاء الله إلى ذلك بما فيه من نقط وإبرام إن شاء الله حسنت بارك الله فيك ناخذ اتصال من جابر من العراق السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله أستاذ عبد الله شون الصحة؟ حياك الله حبيبي طوال الله عندك إن شاء الله إحنا من أشد المتابعين لطرامجكم سماحة السيد إياك الله بارك الله أخير فإذا أمكن بس بس النعترية سماحة السيد يتفضل نعم إحنا بداية نقبل أيادية على الطرح اللي طرحها وإحنا عشد المؤيبين السماحة وعدنا فقط استشار فيما يخص في هذا الأعنى في برامج الدينية في كثير من المحطات السبائية فرأي بالنسبة سمحت الشيخ الحبيب اللي يقدمون البرامج الدينية وحد ما أخذ رأيه سمحت بها السماحة فتسمع الأسبة الأول اللي هو سماحة السيد كمال الحيدري وبرنامج مطارحات في العقيدة والبرنامج الآخر اللي هو برنامج في قناة المودة الثضائية اللي طرحها الشيخ عبد الحليم الهدو برنامج الشيخ الحبيب إذا أمكن رايدين بس أخوي جابر لو سمحت لو أنت تلاحظ برنامجنا من أول ما بدينا نحاول أن تجنب تلك الحديث عن الشخصيات عبد الله بارك الله فيك عندك سؤال يتفضل نأخذ الرأي سماحة الشيخ الحبيب وفي هالشخصي نهاية على المودة نستعجد رائع الشيخ الشيخ الزين عندك سؤال ثاني وأنا شاكر جدا نعم خلاص مشكور حياك الله حبيبي مشكور شكرا عندك زين حياك حياك الله ونعتذر للأخ جابر أننا حذرنا وقلنا أن الشخصيات ما نحب نطرحها خاصة في برنامج يانا سراحة لأن صار كل الذكر للشخصيات اللي أخذنا من تجاربنا القديمة لذلك أعتذر من الأخ جابر نماحا من السؤال نأخذ الأخ حيدر من العراق السلام عليكم 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 عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سماحك الشيخ عندي بعض الأسئلة ومداخل قصير رحمة الله وردك قرأت في أحد المصادر المخالفين بأن رسول الله صلى الله عليه وآله يخبر أبا حضيف اليماني أو أحد الصحابة بأنه لا يصلي على المنافقين فقال عمر للصحابة أو الحديثة هل أنا منهم أرجو إضاح المصدر بالجزء والصفحة رحمة الله السؤال الثاني اتصارت في قليل سترة على أوس بن فيضل أنصاري وقيس بن عونة أنصاري وربما أنت قلت في اختلاف بالإسم أوس كذا ربما أنا أخطأ نعم إذن من هم الشخصان الذين اتهمها بالنفاق من قتلها بدر نعم السؤال الثالث ما هي الجريمة التي فعلتها حقصة غير التظاهرة على النبي صلى الله عليه وآله إن شاء الله شيخ للماذا تكون لك مناظرة مع المخالفين على قنواتهم أو قناتك المفضلة أو المباركة شخصيا أو هاتفيا المداخلة السريعة رحمة الله أخي رحمة الله رحمة الله رحمة الله رحمة الله رحمة الله يمكننا الحصول على كتاب قاحشة مع العلم أنا من محافظة البصرة جعلك الله ذخراً للإسلام حياك الله محمد المهاري محمد لا تنسوا من الدعاء إن شاء الله بارك الله فيك الأخ حيدر أبو حسن سمعت الشيخ لو سجلوا من اسمه ناخذ المجاهد أبو لؤلؤ الفيروزي من منطقة السيدة زينب من سوريا السلام عليكم السلام عليكم حياك الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لونك شيخ شونة حياك الله طعب لونك الله يخليك أخوية 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 اليوم على قناة تبسل منها تبسمها أعطاء أنا شيخ معنم وحجة على هذه المحاكمة التي تبسلها الشيخ الحبيب على مود عمر يقول المفروض يحاكمون الشيخ الحبيب مو يحاكمون عمر ووصف الشيخ الحبيب ووصفه مع الأسف وصفه يقول هذا شيخ جاهل ينشر الخرافة ويحنا ما رضينا علي أخوية وبعديا حجة حجة ماسخ يقول هذا الشيخ الحبيب يتجاوز على عمر يتجاوز على عائشة وكلامه باطل واخوية يقول عمر ما كاسر ضلع الزهراء كله تجيب ويقول هذا الشيخ ينشرون القرافة بالوسط الشيعي ويحكي فالحجة ماسخ ما رضينا نحن علي كله يتلقى دين يعني من كل المحافظات بعديا استعملنا واحد من اللي قال قال أخوية هذا كان هنا الشيخ بش اسمه بالسيدة زينة يقول شون حافي يجد يقال يشتري بالدين يقول بس بال2008 زوج بنتها الأحمد بن المالكي بعديا المالكي عينه مستشار للشيون الدينية وصار يملك القطور والفنادق وهذا حتى المصرف اسم المصرف الإسلامي من عراق وصار مثل خير الوطن صاحي يقول لك كل من المنطقة الخضراء هو تملك يعني احنا ما نعرف عنه هدث في طرقاعتنا من الوحابية من المعلمين مالتنا والله ما ندريد الشيخ يجاوه يفهمنا والله ضاعد علينا ورحمه الله والديكم والديك الجنة ان شاء الله أسمى الشيخ هذا اسمه اسمه عبد الحليم الزهيري حياك الله حبيبي ومجاهد أبو الأولو والسلام الله على أبو الأولو الذي اقتص من عمر بن صهاك لعنة الله عليه سماحت الشيخ عندنا مجموعة السلة للأخ حيدر أبو حسن من العراق يقول في رواية تقول أن النبي صلى الله عليه وآله أخبر أبو حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه أن لا يصلي على المنافقين وقال عمر هل أنا منهم يريد مصدر هذه الرواية يعني هذه الرواية مشهورة عند أهل الخلاف على ما ببالي يمكن للأخ أن يرجع إلى مصنف ابن أبي شيبة يجدها إن شاء الله هناك ولعله يجدها أيضا في المحلى لابن حزم ولعله يجدها حتما هنا يجدها في تفسير الطبري إذا يرجع إلى تفسير الطبري يجدها إن شاء الله وحاصل الرواية هكذا أنه حذيفة بن اليمان رضوان الله تعالى عليه وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله الذي أعلمه بأسماء المنافقين ما ترجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فلم يصلي عليه حذيفة فجاء عمر هذا على رواية أهل الخلاف طبعا وسأل حذيفة أنا منهم يعني أنا من المنافقين فقال له حذيفة لا هذه الرواية طبعا نحن لا نسلم بأن حذيفة قال له لا ولكن نقول نحتج بهذه الرواية على أهل الخلاف في نقطة جدا مهمة لم يلتفتوا إليها هم يقولون أن عمر مبشر بالجنة هو من العشرة المبشرة بالجنة نقول إذا كان هذا صحيحا وصادقا فكيف يسأل عمر حذيفة عن أنه هل هو من المنافقين أم لا معنى ذلك أن عمر يشك في أنه من أهل الجنة فإذن يبطل ذلك الحديث ونعلم بأن ذلك الحديث حديث العشرة المبشرة موضوع مكذوب بأنه لا يعقل أن عمر يسمع من النبي صلى الله عليه وآله أنه يبشره بالجنة ويقول أنت حتما ذاهب إلى الجنة ومع ذلك يشك في كونه من المنافقين والمنافقون لا يذهبون إلى الجنة وهذه من جملة التناقضات لدى الديانة البكرية نعم ولدى الأخ سؤال آخر عندما أسأل عن شخصيتين ويقول كان مشتبه في الأسامي يقول من هم الشخصان الذين اتهموا بالنفاق من قتل بدر هم من قتل بدر وهم نفاق يعني التهموا بالنفاق قصد من قتل بدر من المسلمين نعم يعني نحن ذكرنا في سلسلة كيف سلسلة أكذوبة عدالة الصحابة أنه النبي صلى الله عليه وآله ذكر أن جماعة ممن قاتلوا في بدر وكذلك ممن قاتلوا في أحد كانوا منافقين وقد قاتلوا عن أحسابهم وعن لامرأة ينكحونها أو لمال يأخذونه وما أشبه ذكرنا أسماء بعضهم ومن بين هؤلاء واحد اسم قزمان وهذا الرجل أبلى بلاء حسنا في القتال لكن النبي صلى الله عليه وآله بشره بالنار وأنه ذاهب إلى النار وبالفعل وجدوا أن هذا الرجل في سكرات الموت بعدما أثخنته الجراحة قالوا له أنه هنيئا لك الشهادة قال وأي شهادة إنما قاتلت عن أحساب قومي فإذا أمكن للأخ أن يستمع إن شاء الله لسلسلة المحاضرات هذه أكذوبة عدالة الصحابة ففيها تفصيل إن شاء الله يروي طماءه في هذا الشأن ما هي الجريمة التي فعلتها حفصة لعنها الله غير تظاهرها على النبي يعني هي هذه الجريمة الأبرز في واقع الأمر التظاهر عن النبي صلى الله عليه وآله وإفشاء سره وثم المشاركة في سمه هي للعلم عائشة وحفصة واطأتا كما يقول الإمام الصادق عليه السلام في مضمون كلامه على أن يسمى النبي صلى الله عليه وآله بأمر من أبويهما وثم بعد ذلك توالت جرائم هذه المرأة الملعونة وإن كان دورها خاملا بالقياس إلى عائشة يعني حفصة بالنسبة إلى عائشة يعني كقطرة في بحر إجرام عائشة هكذا يمكن أن نعبر يعني عائشة جدا كانت ظالمة ومجرمة أما حفصة فدورها كان أقل بكثير وكان دورها خاملا من بين جرائمها مثلا أنها عقدت اللي هي حفصة عقدت مجلس الطرب في بيتها استدعت مجموعة من الساقطات يغنين لها بهجاء أمير المؤمنين صلى الله وسلم عليه لما ارتحل أمير المؤمنين عليه السلام من المدينة للبصرة لقتال عائشة وجندها في تلك الأثناء عائشة أرسلت رسالة إلى حفصة تبشرها بأنه إحنا صار عددنا كثير وصار معنا الكثير من الجند وعلي هذا واقع الآن فريسة تحت أيدينا وقضية أيام قلائل وتسمعين خضر أنت فاستفشرت حفصة وجمعت مجموعة من الساقطات المغنيات وعقدت مجلس طرب في بيتها وكانوا يغنون علي كالأشقر إن تقدم نحر وإن تأخر عقر ويضربون الدفوف وما أشبه فكانت أمرها ناصبية خبيثة كأختها عائشة أحسن سماحة الشيخ طيب الله أنفاسكم باختصار الأخ حيدر أبو حسن سأل عن المناظرات مع المخالفين ونرد عليه بأن سماحة الشيخ وجه تحدي إلى جميع المخالفين سواء علماء أو مثقفين اللي يريد أن يناظر يتفضل ونعطيه الوقت الكافي ولكن لا مجيب كتاب الفاحشة شخصياً بعثت تقريباً 64 نسخة إلى البصرة وحجزت في مطار البصرة حجزتها حكومة المالكة التي تبيح كتب الوهابية وكتب الدعارة وكتب الفسق ومنعت كتاب الفاحشة الوجه الآخر لعائشة دفاعاً عن أمهم عائشة حشر الله المالكي وحكومته مع عائشة المجاهد أبلولوأ الفيروزي يقول عن معمم قال أن محاكمة سماحة الشيخ لعمر بن صهاك ضد الشيخ يقول ترقاعتنا من منه أقول لأ ترقاعتكم من معممينكم البترية ومن الوهاب بس أهم شيء من البترية هذين لو ينظفون شوية وينقون جيوبهم شوية وياكلون حلال ما قال هذا الكلام ونقول لأ بس شيء واحد حشرك الله مع عمر وكسر الله وظلعك كما تقول أن عمر لم يكسر ظلع الزهراء سماحة الشيخ ما بقى وقت فحبيت أجاوب على السريع عن إذنك سماحة الشيخ ونشكرك على تواجدك معنا مبارك الله فيك ونسألكم الدعاء أحسنت أحسن جزاكم الله خير حياكم الله حياكم الله أزال المشاهدين ما بغي لي إلا أن استغفر الله لي ولكم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته